نتاج أن نكون واضحين ودقيقين هذا الملف لا يجوز أن يدخل في إطار أما الفساد في تصريحات لوسائل علامة أمريكية أقر رئيس الوزراء حيد الأبادي بصعوبة القضاء على الفساد وتحوله إلى وباء في العراق وأن الفاسدين هربوا أموالهم إلى الخارج مرجعا نشو آفة الفساد إلى البيروقراطية والروتين تصريحات الأبادي كانت موضع انتقاد من قبل مراقبين لضعف أدائه في هذا الملف وما رفعه من شعار لمكافحة الفساد لا يتعدى الكلام والدعاية الانتخابية المبكرة بوصفهم هذا اعتراف خطير من قبل السيد العبادي بأنه لا يستطيع محاربة الفساد رغم الوعود الكثيرة والمتعددة التي أعطاها للشعب العراقي منذ أربع السنوات وكل الوعود لم تتجاوز كلمة سوفة السيد العبادي فشل في هذا الملف رغم أن كثير من القوائم الانتخابية اليوم بما فيها قائمة الدكتور عبادي فيها بعض الشخصيات متهمة بالفساد المالي والإداري نواب سابقون بيّنوا أن محاربة الفساد بحاجة إلى موقف عملي من رئيس الوزراء وقضاء النزيه وعادل وأكدوا أن الفساد لا ينحسر بالأشخاص بل تشترك فيه الأحزاب والقائمة على العملية السياسية أعطاء هذه المهمة لقضاء عادل حقيقي يقف وراها رأي وإرادة سياسية من قبل أولا السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء ثم السلطات التشريعية الفساد ليس قضية مستحيلة الفساد ليس فقط بالأشخاص وإن بالأحزاب القائمة على العملية السياسية في العراق تصريحات الأعباد أثرت أزداء متبين لدى الشرع البغدادي لكنها لم تخلو من لغة الانتقاد سيما بشأن قوله أن العراقيين يطالبونه بسجن الفاسدين وتنفيذه لعمل صعب ويحتاج إلى الكثير من التحقيقات ويرى نشيطون أن العباد لن يتمكن من ضرب رؤوس كبار الفاسدين لقرب انتهاء ولايته وبدء منافسة انتخابية مع غرمائه السياسيين زياد نهاد الحرة بغداد